عاملين ايه؟ بقى الاربعة ايام تقريبا ما عملتش وديهات طويلة خالص ويمكن اكتر من كده كمان لكن لانا عاودة ان شاء الله يا جماعة بشكركم جدا على دعمكم الكبير وان شاء الله نوصل مع بعض 300 ألف في السابسكرايبر هانت خلاص واضح بتاع 90 ألف حبيت النهاردة بالفيديو دوان اتكلم عن شيء انا ما اتكلمتش عنه قبل كده تماما وهو أوسخ التروفيس بالألعاب منهم اللي بتظهر المتحرش فينا ومنهم اللي بتطلع شبح سبارتال لجواك حبيب اقولك ان المستويات معنا النهاردة مختلفين من ناحية تصنيف القزارة بتاعتهم زي مثلا تروفي بيفضحك ويعرف اللي حواليك انك متحرش او تروفي تاني بيعرفك معنا مستحيل من كتر صعوبته وغيرهم كتير فطلب صغير يا اخواتي ما تنسوش تروح القناة التانية لاني حاليا بختم عليها جي تي اي فايف وبس هف فان يا برو خلينا ابدأ معاك الليستة بالمركز الخامس والله يا جماعة كنت هنسى سامحنا يا رب اتمنى تصلوا على المصطفى عليها افضل الصلاة والسلام وتوحدوا لا لا اله الا الله عشان ناخد حسنتين مع بعض ودراتي خلينا نبدأ بالمركز الاول طبعا المراكز النهاردة مش مترتبة خالص فاللهو ما فيش مستوى افضل من التاني فخلينا نبدأ بالمركز الاول واللي بعنوان جولد روش وده تروفي من لعبة ريديد ردامشن 2 ما فيش شك ان اغلبنا مهوز تماما بانه يجيب البلاتينوم في افضل العابه وريديد تعتبر من افضل الالعاب اللي تستاهل تخلص كل شيء فيها بس مش كل شيء بالالعاب سهل تخلصه حتى لو هتلعب على اسهل شيء لان عشان تحصل على جولد روش داخل ريديد ردامشن 2 فانت اكيد بايع مرارتك وبايع معاها كمان خلقك وبايع كل شيء عشان تقعد تخلص جولد روش تعالى بقى اعرفك ايه هو التروفي دوان وانا قاعد بتجول بعلم ريديد ردامشن قلت لما اطلع ابص شوية على التروفيز بتاعها واعرف ايه الدسكريبشن بتاعها لقيت ان فيه تروفي اسمه جولد روش ومكتوب زي ما انت شايف كده ان اللاعبين اللي اكتسبوا التروفي دوان نسبتهم 0.2 من 100 يعني ايه الكلام دوان يعني ببساطة التروفي دوان من رابع المستحلات يعني لو ريديد ردامشن عدد لعبينها مليون فاللي كسب التروفي دا عددهم 2000 فقط من المليون دولان يعني صعب جدا قراءة الوصف بتاعه لقيته بيقول لي بقى كل اللي عليك عشان تكتسب التروفي دوان انك تحصل على المادالية الزهبية في 70 مهمة من القصة انا قلت الموضوع شكله سهل شوية لان كلنا بنحب ان احنا نجيب المادالية الزهبية في اغلب الالعاب او المهمات بتاعتها يعني فحطعب شوية بس فكرة الجولد ميدل مش صعبة يعني في الاول وفي الاخر ولكن الصعب في الموضوع كله انه هما 70 مهمة فناس بتفكس لها وبتطنش بس قلت لنفسي برضو ايه السبب اللي مخلي النسبة قليلة كده اللي هما كسبوا التروفي دوان اكيد يعني المهمات ان انت تجيب فيها ميدل زهبية يعني حاجة احنا بنحبها كلنا فايه اللي مخليها صعبة او كده دخلت ابحث على موقع يخص التروفيز واسمه تروو اتشيفمنت عشان اجوف وضع التروفي ده ايه لقيت بقى مكتوب كم واحد حصل على التروفي دوان وكم واحد بيحاول كمان انه يحصل عليه والاهم من كل ده الشيء اللي مخلي التروفي مستحيل وهو المتطلبات بتاعته وايوة يا عزيز المشاهد تلع ان كل مهمة لها طلبات لوحدها والطلبات لازم ان تتنفس بالحرف عشان تاخد الجولد ميدل المهم لقيت واحد تقريبا بيديك زي نصايح كده اللي هو tips and tricks عشان تقدر تحصل على التروفي دوان تلعبا ان فيه باللعبة حوالي 104 مهمة تخص القصة يعني نقص منهم 34 مهمة فتقدر تختار الاسل وتعمله بنفسك بس برضو لسه صعبة لاني قررت اشوف احد طلبات المهمات دين وطبعا اخترت chapter 5 لقيت ان فيه مهمات بتطلب منك اكتر من طلب زي مثلا انك تقتل عشان شخصيات hit shot اللي هو تضربهم في دماغهم بطلقة واحدة او مثلا انك ما تبقاش اخر صفوف العصابة اثناء المهمة ودي مهمة على الجزيرة او مهمة تانية بتقولك اطلق صراح جميع العمال في قدون 4 ثواني فقط وكل ده باول مهمات الجزيرة بس وده كله في شابتر 5 لاني عايز يقولك ان فيه مهمات بتطلب منك اكتر من 5 طلبات والمشكلة الاكبر لو قلت غلطة واحدة بس تعيد المهمة بالكامل عشان تاخد المدالية الزهبية ودول 70 مهمة يا صديقي فتروفي يحرق الدم بجد الصراحة يعني انت خيل كم مهمة هتعيدها في السبعين دولار ده غير كمان ان انت مش هتعيد المهمة مرة واحدة يعني انت ممكن تغلط اكتر من مرة فاشوف المهمة تعيدها كم مرة اضرب بقى 70 دولف كم مرة ولكن انا عايز اعرف دولاتي حاجة واحدة بس رأيك في الموضوع دوا وهل انت من القلائل اللي حصلوا على التروفي دوا ولا لا وخلينا اخدك للتروفي اللي بعد كده وحابب يخليه من لعبة ديد رايزنج واللي بعنوان انه جاء لمدة 7 ايام بص هو مش صعب اوي زي ريد ديد لكنه خنيء برضو وده اللي بقى لانه بيقولك لازم ان تفضل عايش لمدة 7 ايام في وضع السيرفايفر كل ده تمام وما اكيد يعني الليل والنهار بالالعاب مش زي عندنا 24 ساعة يعني بس الكلام ده طلع ما يمشيش مع ديد رايزنج يا اخوانا لان اليوم باللعبة بياخد حوالي ساعتين كاملين عكس بقى الالعاب التانية زي الجي تي اي وريد ديد ريدامشن اعتقد دقايق معدودة بين النهار والليل المشكلة انك محتاج 7 ايام و7 في 2 14 ساعة متواصلة اعتقد الوضع ده بالالعاب بقى سهل جدا لاني دلوقتي تقدر تخرج من اللعبة وترجع تلعبها من اخر الشيك بوينت وصلت له بس اللي انا لاحظته بالموقع برضو اني واحد جاي بسيرة الاكس بوكس وزي ما تقول كده عندهم مشكلة في الاكس بوكس اتضح بقى ان الطريقة دي تقريبا مش متحة عليه لانك محتاج تفضل فتح الجهاز 14 ساعة متواصلة وده امر مستحيل لان جهاز اكس بوكس سري سكستين بيقفل لوحده لو قاعد فترة اكبر من اللازم واحيانا بيحصل كراش كتير جدا للالعاب فالوضع مأسوي جدا يا جماعة انا عاوز افهم بس المطورين دول خنزير لي بالشكل دول المشكلة ان في بعض الجيمرز يعني عايز اقولك في منتهى العند اللي هو انا هجيب التروفي يعني هجيب التروفي مفيش عندي الكلام تاني فعشان كده خلينا اخدك للتروفي اللي بعد كده وده تروفي من لعبة واتش دوكز 2 واللي بعنوان hold my hair طب ايه وصف التروفي دولا وصفه ان اقزر تروفي بالالعاب كلها يمكن لو كان بالجي تي اي كان هيبقى سهل شوية ولكن عايز اقولك ان المشكلة مش في صعوبته بس المشكلة ان هو اصلا قذر تعال بقى ان يعرف ايه هو التروفي دولا طبعا اللعبة بتطلب منك ان انت تشوف اي حد بيطقايا او بيستفرخ في انت اللي هو يعني في جي تي اي انت ممكن تشوف الشخصيات دي كتير جدا لان فيديو سكوهات كتير والناس اصلا بتعملها على طول في كل حتة في الشارع لكن بواتش دوكز الوضع مأساوي قوي لانه طالب منك انك تلتقت صورة لواحد من الان بي سي وهو بيطقايا يوب صفتي احسنت الاختيار اكسوم بالله يعني انا هقرس حياتي كلها عشان ادور على حد بيرجع في ام اللعبة بتاعتك دين والمشكلة كمان ان انت عايز نصوره لانت فاهم الفكرة يعني انا عايز اقولك ان انا لو لقيت حد اصلا مش هلحق اصوره لانه هيكون خلص خلاص فانت لازم ان تفضل في وضع الكاميرا على طول لأ والمشكلة انه احيانا بتلاقي ناس خلصت القرف ده اصلا وانت واقف متحصر على التروفي بتاعك مع انت جيت متأخر هتعمل ايه فالو فاكر ان التروفي ده سهل فعيش يامان حاول تخلصه مع نفسك واقعد دور بالمدينة او اقولك روح على البلاج او حتى البراط انت ممكن تروح على البلاج بالليل لان باللعبة بقى فينس هناك كتير عملين يشربه فانت وحظك بقى وخلينا ندخل على التروفي اللي بعد كده وحايف يخليه من لعبة نير اوتوماتا واللي بعنوان او ايه اللي انت بتعمله ببساطة عشان تحصلوا على التروفي ده محتاج تبص على شخصية والكلام ده عشر مرات طبعا اللي انا عرفته انها بتحاول تفلت منك كل مرة لدرجة انها بتديك فوشك برجلها وانت ترجع تبص تاني فالفكرة بقى في الاحراج لان بعض اللعبين هم ما يعرفوش اصلا بامر التروفي هو فعلا بيعمل كده عشان انت فاهم وانا فاهم يعني هو بيعمل كده انت فاهم ليه لحد ما اللعبة بترزع له تروفي في وشه وتقول له خد تروفي يا متحرش يا وسخ طبعا صاحبنا ساعتها بيحط ايده على بقه ويقولك يا نهاري سويد ويا سلام بقى لو ابو والاخوه ليه اكسيز للجهاز بتاعه وبيقعد يلعب معاه كمان يعني في دوحته هتبقى بجلاجل في العيلة كلها تخيل كده الحاجة هو قاعد في قاعدة مع ناس محترمة وهو في ستيم فجأة يروح ايلك يا لانا متحرش يا بتاعنا دي لعبة يا لانا يا مراهج فلو حاولت تبص على اشياءها بالغلط وانصدمت من التروفي دوان اه انت هتبص عليها بالغلط عشر مرات انا عارف انا عارف والله ما تقوليش ولا تشرح لي فلو بصيت عشر مرات وانصدمت من التروفي دوان احكي لنا على شعورك ساعتها كان عامل ازاي وخليني بقى اخدك للتروفي اللي بعد كده واللي بجد يقرف التروفي ده من لعبة بولي يا جماعة بس هو فيه اكتر من تروفي قزر في اللعبة دين زي مثلا رمي البيض على الناس وعلى العربيات او حتى عمل مقالف فيهم عن طريق الافخاخ او مثلا التروفي الوسخ ده واللي بعنوان كازانوفا المطلوب منك ببساطة انك تبوس خمسة وعشرين بنت تقدر تقدم لهم وردة الاول وبعدها هتبوسهم عادي وتقدر تعمل كده اكتر من مرة مع واحدة فقط بس الوسخة بقى ان فيه تروفي زي ده بالزبط ولكن بعنوان over the rainbow اتكلمت عنه قبل كده في فيديو بعنوان اكثر مهمات لكن البعض قال لي ده كان glitch يا حبيب قلبي ده معمول عليه تروفي جليتش ايه بس؟ عموما خلينا اقول لك ان الجليتش دوان اقصد التروفي دوان بيقول لك نفس اللي عملته مع البنات اعمله ولكن مع البسكليتات يعني لولي بجد بس عشرين مرة المرة دي لأ ولما دخلت اشوف الوصف بتاع التروفي دوان وشوف الناس كتب ايه لقيت عيل مشكوك في امره بيقول لك على مكان لعيل حلو وبيقول لك ان انت هتستمتع قوي في الموضوع دوان اسكت يا ابن الكلب فيعتبر التروفي ده يا جماعة من اجزرهم واوسخهم كمان بالالعب كلها لو متطافق معايا فاقول لي رأيك في الكومنت سي تحت وخط لايك عموما خلينا اخذك للتروفي اللي بعد كده للعبة المستفزة للعنيفة لقاصفة الجابهات تاي اون لايف اللي عملت اللي محدش قدر يعمله فينا يا اخوانا اللي خدتنا يمين في شماله وقلت لنا وشكم لفوق ورزعتنا بالكشاف اللي خلتنا حتى الان بشوف اضواء المدينة يا اخي من اول السلاح اللي بيهزأك لحد الوساخة وقلة الادب اللي زي اللي بانا في بق الجميع داخل اللعب دين التروفي ده اسمه ايبك ليجنديري برايز ببساطة عشان تفعل التروفي دوان لازما تروح البيت وتوقف قدام التيفي لمدة 8 دقائق لكن الاهم انك توقف قدام اعلان محدد وده هو الاعلان الاعلان عبارة عن راجل آلي بيتكلم في اي هاري مالوش اي لازمة المهم تفضل واقف قدامه 8 دقائق متواصلين لو رحت البيت وما لقيتش الاعلان ده شغال تقدر تعيد اخر تشيك بوينت ليك لحد ما تلاقي الاعلان ده شغال هتوقف تتفرج وتسيبت دول سينس بتاعك او الكيبورد والماوس وتروح تعمل اي شيء مفيد لحد ما تخلص التمان دقائق الفكرة بقى لو انت ما رحت تشعمل اي شيء مفيد وفضلت قاعدة التمن دقائق دولا تشوف ايه نهاية الاعلان دوان في ناس قالت يمكن الروبط ده هيقول كلام مهم او حتى اخد جائزة السهل المعناديا او التمن دقائق اللي انا قعدتهم احس بانجاز عملته ولكن العكس صحيح لاني بنهاية كلامه بيقولك انت مجرد شخص غبي وبيكتبها لك بالبونت العريض انت محدش يعرف ابوك من امك اصلا تكسف جبهيت انا هي دي الهدية تحس ساعتها انك مدلؤ عليك جرد المياسعة الروبط سخيف وتمن دقيق راحوا عليه هضر ابن ستين في سبعين بس اعيز اقولك ان الصراحة عنده حق يعني اللي قاعده قدام التروفي دون هو يستعيل كل اللي يحصل فيه فاقولي راك في الكومنس تحت لو حصلت على التروفي دون ونقول لي شعورك كان ايه ساعتها وقال انت سبت الدول سنس وروحت تشوف اي حاجة تعملها قليني بقى اخدك ايه التروفي اللي بعد كده واللي صدامني بجد تنساش يا اخوة تروح القناة تانية هتلاقي هناك ممنوعات يا صاحبي المهم من ان التروفي ده بجي تي اي فايف ببساطة بالطريق بتلاقي ناس محتاجة مساعدتك حاجة كده تشبيه ردد في دمشان تو ولكن هنا بشكل اقل شوية لان هنا بتوقف لهم وبيقول لك ودينا لمكان محدد لو سمحت له بتوصل ناس يعني فانت بتبيت قلبك بتوصلهم لان انت لما بتلعب بفرانكلين او مايكل فانت محترم بهم الصراحة بس ما ينفعش شخصية زي تريفور تتعامل معاها على انها طيبة القلب خالص لا ده شيطان ولازم انت تتعامل معاها على انه كده عشان كده ممكن تضحك عليهم وتوصلهم لمكان تاني خالص وتاخد التمن كمان فيه زي جماعة دينية يا جماعة موجودة بمكان معين بالغابة المهم بتروح لهم بالضحية بتاعتك وبتقول لهم اني سمعت انكم بتدفعوا حلو مقابل الاشياء الجميلة دي يا اخي عايز اقولك ان المهمة الجانبية دي متركبة بالتفصيل على تريفور سيرف المهم بتاخد الفلوس وبتمشي بعد كده وكل فترة بتعمل للنفس الشيء لحد ما الجماعة دي بترفض انها تديك فلوس وبالتالي بتاخدك معاهم جوه ولكن انت بتقدر ان انت تخلص عليهم وبتخرج من جوه طب بين هم الجماعة ديا وبيعملوا ايه في الناس الله اعلم بس اكيد بموتهم زي تضحيات بس اتعرف اكتر اتنين استمتعت لما وضيتهم للجماعة دول هم مين هم الاتنين دولا دول اتنين سقرانين بتلاقيهم في السانديت شورز عاوزين يرواحوا ولكن سقرانين فبيطلبوا منك ان انت توصلهم للفندق بتاعهم عن طريق العربية بتاعتهم فبتاخدهم فعلا في العربية وبيتوصلهم لانهم سقرانين طينا فوانت ماشي الودة بيركبلك انت وتريفر ارائل او مانت اللي بتلعب وبيعمل اشياء سيكو سيكو وراء فمستفز او صراحة والنطع تريفر قاعد يتفرج عادي بس فرحتي اني وديتهم للجماعة الدينية دي يا جماعة بجد فرحتي جدا لاني ماينفعش خالص اوصلهم دولا لكن عايز اقول لك ان الموضوع قصا او لما بتعمله اول مرة بتاخد عليه تروفي فانت اولي راج في الكومنس تحت بالنسبة للتروفيز بتاعت النهاردة ولا تحب نكمل في الموضوع دوا واللي برضو تحب التروفيز عن ايه بالزبط في الالعاب وان شاء الله نعمل عنه فيديو تاني بس كده يا حبيب اخيوك لو سلت لحد هنا فانتم احسن ناس في الدنيا بجد في فيديوهات جاية اكتر ان شاء الله دعمكم باللايك وسبسكرايب اخواتي ولو حد عنده طلب او اي استفسار يسيبوا في الكومنس تحت وهرد عليكم ان شاء الله سواء بالمحتوى او بالجيمينج او باي شي ان شاء الله هرد عليكم كلكم سلام